السلام عليكم أهلا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثاني الثانوي مع حصة جديدة من حصص مادة الأحياء اتكلمنا في الحصص الماضية عن الإحساس في الإنسان وبدأنا نتكلم عن الخليع العصبية والعصب وبدأنا نتكلم كيفية انطقال النبضات العصبية أو السيال العصبي من زوائد الشجيرية أو من خليع عصبية الأخرى وتعرفنا أيضا على التشابق العصبي تعالوا نتكلم النهاردة على الجهاز العصبي تركيبه وأقسام الجهاز العصبي في حصتنا اليوم زي ما تعودنا هنبدأ الأول بنوادج التعلم تحدد تركيب الجهاز العصبي المركزي تربط تركيب الجهاز العصبي المركزي بوظائفها تحدد دور الجهاز العصبي المركزي في الإحساس طيب لو جينا نشوف مع بعض الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المركزي بيتكون من إيه؟ أو أقسام الجهاز العصبي في البداية كده قبل ما نبدأ نتكلم عن الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي في جسم الكائن الحي بيتكون من ثلاث أقسام الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي والجهاز العصبي الذاتي الجهاز العصبي المركزي بيتكون من المخ والنقاع الشوكي الجهاز العصبي الطرفي بيتكون من العصاب المخية والعصاب الشوكية والجهاز العصبي الذاتي بيتكون من الجهاز العصبي السنبساوي والجهاز العصبي البارسنبساوي تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض في البداية قبل ما نبدأ حصتنا بيوطح لنا كيفية الإحساس حين تلامس كرة القدم قدمك فإن ساقق تركيلها على الفور وتطير الكرة في الهواء يبدو ذلك سريعا ولكن الركلة هي نتيجة خطوات كثيرة يعالجها جهازك العصبي يتكون الجهاز العصبي من جزئين الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي فما الفرق بينهما؟ يشعر الجهاز العصبي الطرفي بالمنبهات كاستضام الكرة بقدمك ويوصل رسائل استجابة كإخبار ساقق بأن تركل الكرة الجهاز العصبي المركزي الذي يتكون من دماغك وحبلك الشوكي هو المكان الذي تحدث فيه المعالجة الحسية وتنظيم الاستجابات يحمل حبلك الشوكي الرسالة إلى دماغك بأن شيئا ما يحدث لقدمك ومن ثم يفسر دماغك المؤثر وينسق استجابة الركلة التي ينقلها حبلك الشوكي مجددا إلى ساقك زي ما شفنا مع بعض الجهاز العصبي المركزي بيتكون من المخ والنخاع الشوكي فيه تنصيق ما بينهم ما بين انتقال السيالات أو النباطات العصبية أو الإحساس بأي مؤثر خارجي أو داخلي هيؤثر على حضرتك سواء طبعا انتقالها من الجهاز العصبي من المخ للنخاع الشوكي والعكس تعالوا نتعرف أكتر على أن الجهاز العصبي المركزي قلنا الجهاز العصبي المركزي بيتكون من جزئين وهما المخ والنخاع الشوكي زي ما احنا شايفين تركبها مع بعض ذاته أن عندي هنا المخ وأسفل هنا موجود الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي المخ أيضا ممكن نقول المخ أو الدماغ هنبدأ بأول جزء معانا وهو الدماغ أو المخ بيتكون من إيه؟ أولا هو الجزء الأكبر من الجهاز العصبي المركزي وزنه للطفل عند الولادة بيكون 350 جرام وعند البلوغ أو في الرجل البالك بيكون وزنه 1400 جرام موجود فين المخ بيوجد داخل الجمجمة وطبعا احنا درسنا في الأعوام السابقة في الجهاز العصبي الجمجمة وعارفين أن الجمجمة علبة عظمية بتحمي المخ بداخلها وطبعا لحمايته من الصدمات بيحيط بالمخ ثلاث أخشية بيطلق عليها بالأخشية السحائية ايه أهميتها الأخشية طبعا أيضا لحماية المخ وتغذية خلايا المخ يبقى إذن زي ما قلنا المخ موجود فين؟ موجود داخل علبة عظمية وهي الجمجمة عندي العربة العظمية الجمجمة بتحمي المخ إلى جانب أيضا أنه بيحيط به ثلاث أنواع من الأخشية اللي بتوفر له الحماية وبتوفر التغذية لخلايا المخ لو جينا نشوف مع بعض الأخشية أخشية المخ ومتعرف عليها أكتر هما زي ما اتفقنا ثلاث أنواع من الأخشية من الخارج الأم الجافية ثم في المنتصف الأم العنكبوتية ثم الملامس للمخ الأم الحنون الأم الجافية بتبطن الجمجمة وزي ما اتفقنا هي من الطبقة الخارجية الملصقة للجمجمة ثم العنكبوتية وهي غشاء بيملق الفراغ ما بين الخلاف الداخلي والخارجي وبيكون فيه سائل شفاف لحماية الدماغ من الصدمات في الأسفل الأم الحنون وهي الطبقة أو الغشاء اللي بيلتصق بسطح المخ يبقى أنا عندي لو جينا نشوفهم بالترتيب على الرسمة في الأول عندي الأم الجافية ثم الأم العنكبوتية ثم الأم الحنون الأم الجافية بتبطن الجمجمة وهي أول غشاء من الخارج أسفل الجمجمة ثم الأم العنكبوتية ودي بيكون سائل أو موجود فيها سائل شفاف لحماية الدماغ من الصدمات ثم في الأسفل أو الملاصق للمخ الأم الحنون وبنسميهم الأغشية السحائية والتي تحيط بالمخ لحمايته وتغذيته زي ما قلنا مع بعض طيب لو جينا نتعرف مع بعض على مكونات الدماغ أو المخ أولاً بيتصل بالدماغ أو المخ وتحت المهاد وتحت المهاد عندي كمان الدماغ الأوسط ثم الدماغ الخلفي الدماغ الخلفي بيكون من إيه؟ بيكون من المخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل وهنتعرف على كل جزء منهم بالتفصيل دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض الدماغ الأمامي بيمثل الدماغ الأمامي الجزء الأكبر من الدماغ وبيتكون من قشرة المخ أو نصف قرة المخ طيب عبارة عن إيه قشرة المخ أو نصف قرة المخ بتكون عبارة عن فصين بيطلق عليهم نصف القرة المخين بينهم شق كبير وبيرتبط نصف قرة المخ بواسطة حزم عريضة من الألياف العصبية لو جينا نلاحظ المخ هنلاقي فيه الكثير من التجعيد زي ما احنا شايفين وإحنا طبعا نتعودنا في علم الأحياء مدام فيه تجعيد إذن هي دورها هنا أو أهميتها لزيادة مساحة السطح طيب التجعيد الموجودة دي لو جينا نتكلم على قشرة المخ قلنا إنها بتتكون من فصين والفصين بينهم شق كبير بيرتبط النصفين إزاي؟ بيرتبطوا من نصف قرة المخ بواسطة حزم عريضة من الألياف العصبية بتتميز قشرة المخ بوجود منخفضات زي ما اتفقنا مع بعض اللي هي قلنا فيه شقوق وفيه تجعيد زي ما احنا شايفين بينها وبين بعضها طيات وتلفيف زي ما احنا شايفين هاضحة جدا معانا في الصورة واتفقنا إن دورها الأساسي زيادة مساحة السطح طيب بيقسم كل نصف قرة إلى خمس فصوص هي إيه؟ في عندي الفص الجبهي الفص الجداري الفص القفوي والفص الصدغي وفيه أيضا الفص الجديرة زي ما احنا شايفينه مع بعض دلوقتي وفص الجديرة بيكون غير ظاهر من الشكل الخارجي لأنه بيقى مغطى بالفص الجبهي والفص الجداري إيه وظيفته أو إيه أهميته بيكون منطقة لاستقبال الأحاسيس وموقع لدولية المشاعر تعالوا نتعرف أكتر على وظيفة أو أهمية كل فص من الفصوص لو جينا نشوف مع بعض الفص الجبهي أنا دلوقتي بشور لكم عليه أهوة الفص الجبهي إيه أهميته؟ بيقع به مراكز الحركات الإرادية وبعض مراكز الزاكرة والنطق طيب الفص الجداري بيتحكم في عدد كبير من الوظائف الحسية مثل الإحساس بالحرارة بالبرودة والضغط واللمس الفص القفوي وبيقع به مراكز حساسة تتحكم في حاسة البصر وفيك أيضا الفص الصدغي وبيقع به مراكز حاسة الشم والتزوق والسام تعالوا نقولهم تاني مع بعض في عندي الفص الجبهي أهميته إيه؟ مركز لحركات الإرادية وبعض مراكز الزاكرة والنطق الفص الجداري بيتحكم في عدد كبير من الموظائف الحسية زي الحرارة، البرودة، الضغط، اللمس الفص القفوي لو نفتكر مع بعض بيكون لغة دركة كده بنقول إيه؟ ما حدش يطرب حد في المنطقة الخلفية من الرأس لأن طبعا لو بنقول عليها القفة حتى هو من اسم الفص القفوي لأن هنا بيكون المركز الإبصار والمراكز الحسية اللي بتتحكم في حاسة الإبصار أو البصل وفي عندي الفص الصدغي وزي ما اتفقنا مراكز الحس أو حاسة الشم والتزوق ومراكز السام طيب ده بالنسبة ليه أول جزء في قشرة المخ طيب منطقة المهاد ده ما احنا شايفينها مع بعض في الصورة في عندي منطقة المهاد ومنطقة تحت المهاد منطقة المهاد أهميتها مركز مهم لتنصيق السيالات العصبية الحسية واللي بتصل للقشرة المخية طبعا مع ده الشم طيب منطقة تحت المهاد وظيفتها إيه؟ بيها مراكز كثيرة بتتحكم في الأفعال الإنعكاسية زي مراكز الجوع، الشبع، العطش، تنظيم دراجات الحرارة للجسد والنوم يعني التحت المهاد مسؤولة أوليها دور في الأفعال الإنعكاسية وإن شاء الله دي هنشرحها بالتفصيل في الحصة القادمة طيب إحنا كده خلصنا الدماغ الأمامي وقلنا إنه بيتكون عندي من الكشرة المخية والمهاد وتحت المهاد طيب الدماغ الأوسط بيعتبر إيه؟ بيعتبر الدماغ الأوسط أصغر أجزاء الدماغ وبيكون حلقة واصل ما بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلف يعني هو موجود ما بين الجزئين وظيفته بيحتوي على مراكز عصبية بتقوم بحفظ التوازن العام للجسم أيضا بيحتوي على مراكز متصلة بالسمع والبصر وبيقوم بتنظيم العديد من الأفعال الإنعكاسية زي الأفعال الإنعكاسية السمعية يبقى الدماغ الأوسط موجود عندي ما بين الدماغ الأمامي والدماغ الخلفي ليه دور فيه أو بيحتوي على المراكز العصبية اللي بتقوم بحفظ التوازن العام للجسم وناخد بنا كمان شوية هنتكلم عن جزء تاني من الدماغ الخلفي وليه دور في حفظ توازن الجسم نفتكرها مع بعض يبقى أنا عندي الدماغ الأوسط ليه دور في حفظ التوازن وهناك كمان شوية أن المخيخ أيضا بيحمل على حفظ التوازن العام للجسم الدماغ الأوسط أيضا قلنا متصل به لمراكز متصلة بالسمع والبصر وبيقوم بتنظيم العديد من الأفعال الإنعكاسية زي الأفعال الإنعكاسية السمعية طيب تعالوا نتعرف أكتر على الدماغ الخلفي بيتكون من المخيخ والمخيع المستطيل وفي عندي قنطرة فارول لو جينا نشوف مع بعض المخيخ المخيخ زي ما احنا شايفين أهو مكانه موجود في الجهة الخلفية وبيتكون من ثلاث فصوص إيه وظيفته؟ بيحمل على حفظ توازن الجسم طبعا بالتعاون مع الأذن الداخلية وعضلات الجسم وإحنا لسه ذكرينها من شوية مع بعض يبقى المخيخ موجود فين؟ في الجهة الخلفية من المخ وبيتكون من ثلاث فصوص دوره الأساسي والمهم في حفظ توازن الجسم ده إلى جانب بعض الأعضاء الأخرى في الجسم اللي بتحافظ على توازنه زي الأذن الداخلية وعضلات الجسم طيب الجزء الآخر من الدماغ الخلفي وهو قنطرة فرور فين هي زي ما احنا شايفين بنشور عليها أهو وفي عندي بعد كده النخاع المستطيل بيقوم كل من قنطرة فرور والنخاع المستطيل بتوصيل السيالات العصبية من الحبل الشوكي إلى أجزاء الدماغ المختلفة لأن احنا هنشوف مع بعض أن النخاع المستطيل بيكون متصل عندي بالنخاع الشوكي أو الحبل الشوكي بيوجد في النخاع المستطيل بعض المراكز الحاوية في الجسم زي المراكز التنفسية المراكز المنظمة لحركة الأوعية الدموية إلى جانب مراكز البلع والقيء والسعال والعطس يبقى كانت تكلمنا عن المخ فيه عندي الدماغ الأمامي والأوسط والخلفي الأمامي كان فيه قشرة المخ والمهات وتحت المهات والأوسط أو الوسطى كانت حلقة وصل ما بين الدماغ الأمامي والخلفي بعد كده تكلمنا عن الدماغ الخلفي وعرفنا إنها بتتكون عندي من المخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل طيب ياريت نحل السؤال ده كده مع بعض وانتظر إجابتكم توجد مراكز الحركات الإرادية توجد مراكز الحركات الإرادية أسفل الفص القفوي أعلى الفص الصدغي خلف الفص الجداري بين الفصين الجداري والقفوي وهبص على الشات كده أشوف إجابات حضراتكم برافو عليكم أعلى الفص الصدغي لأنها طبعاً بتكون موجودة في الفص الجبهي واتفقنا إن الفص الجبهي هو اللي موجود فيه مراكز الحركات الإرادية وبعض مراكز الزاكرة والنطب يبقى الإجابة معنا أعلى الفص الصدغي طيب تعالوا نكمل كده مع بعض وهنبدأ نتكلم عن تاني جزء وهو الحبل الشوكي ولكن قبل ما تكلم عن الحبل الشوكي تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض هيشرح لنا بالتفصيل المخ وتركيب المخ وطبقات المخ نشوف مع بعض الفيديو تركيب ووظيفة السحاية التفاصيل التشريحية للمخ وظيفة أجزاء مختلفة من المخ الجهاز العصبي المركزي يتكون من الحبل الشوكي والمخ يعتبر المخ أكثر تعقيدا وعضوا مرهفا في الجسم المخ هو العضو الذي يسمح لنا بالتفكير والإحساس والحركة وحتى الأحلام يعتبر المخ محميا بالجمجمة التي تتكون من العظام لذا هناك ثلاثة أغشية تعرف باسم السحاية الغشاء الخارجي هو الأم الجافية التي تتراس بجوار الجمجمة الغشاء العنكبوتي وهو طبقة رقيقة وتقع أسفل الطبقة الأولى وفي النهاية توجد الأم الحنون التي تغطي المخ مباشرة ويليها أيضا طياط المخ وتحتوي على أوعيات دموية وهي التي تمد الدم بتشريح القشرة يتم مل الفراغ بين الغشاء العنكبوتي والأم الحنون بسائل نخاعي لذلك تتجمع السحاية والجمجمة معا لتساعد في حماية المخ ولدراسة المخ بالتفصيل دعونا نقم بعزل المخ تشريح المخ يتكون من ثلاث طبقات رئيسية مقدمة المخ ومنتصف المخ التي تعتبر عضوا صغيرا ولا تزال مختفية والمخ الخلفي المعروف بالدماغ الخلفي كل هذه المناطق مسؤولة عن وظائف مختلفة في المخ مقدمة المخ تتكون من الجمجمة وتعتبر أكبر منطقة في المخ ويمكن تقسيم الجمجمة تشريحيا من خلال أخدود عميق إلى الجزئين النصف الأيمن والنصف الأيسر النصف الأيمن يتحكم في الجانب الأيسر من الجسم والنصف الأيسر يتحكم في الجانب الأيمن من الجسم هناك أربعة فصوص تتكون منها الجمجمة كل طبقة من المخ لها وظائف مختلفة الفص الجبهي هو المسؤول عن الكلام والحركة الفص صدغي يسمح لنا بتمييز الأصوات والشم فص المخ الأوسط يسمح لنا بمعالجة الألم والضغط والأحسيس البدنية الأخرى فص قذالي يتعامل مع المحفز البصري ويسمح للمخ بتمييز العناصر المضيئة الجسم الثفني هناك خيط على شكل حرف سي يلصق النصف الأيسر بالنصف الأيمن الدماغ المتوسط هو جزء من قاري في جزء المخ ويتكون من زوجين من النتوءات الأكيمات الزوج الخلفي يسمى أكيمات خلفية وهو مسؤول عن وظيفة السم والجزء الأمامي ويسمى أكيمات علوية وهو مسؤول عن وظيفة البصر تتجمع أربع نوايات لتشكيل أجسام ربعية التوائم الدماغ الخلفي يتكون من المخيخ والخرامة والبصلة المخيخ يتشابه مع المخ في أنه يتكون من نصفين وبه سطح مطوي مرتفع أو القشرة هذا التركيب مرتبط بانتظام وتناسق بالحركة ووضع الجسم والتوازن الخرامة هي الجزء الخلفي من المخ وتعتبر الخرامة مرتبطة بالتحكم في الحركة والتحليل ذي العلاقة بالإحساس وتتكون أيضا من الأجزاء التي تعتبر ضرورية لمستوى الإدراك والنوم في الجسم البصلة هي جزء ذيلي في جزء المخ يقع بين الخرامة والحبل الشوكي وتعتبر مسؤولة عن الحفاظ على وظائف النشاط في الجسم مثل التنافس ومعدل ضربات القلب طيب طلابي الأعزاء احنا كده شفنا مع بعض الفيديو وضح لنا بالتفصيل تركيب المخ شفنا قد إيه حكمة ربنا في أجزاء المخ وتأسيناته وأهمية كل جزء من أجزاء المخ تعالوا نتعرف على تاني جزء معانا في الجهاز العصب المركزي وهو النخاع أو الحبل الشوكي بيوجد فين الحبل الشوكي بيكون ممتد داخل الفقرات تسمى بالفقرات العصبية أو القناة الشوكية اللي موجودة داخل فقرات العمود الفقاري يبقى بيوجد عندي النخاع الشوكي زي ما احنا شايفين مع بعض في قناة توجد داخل الفقرات بتسمى القناة العصبية أو القناة الشوكية بتبدأ من النخاع المستطيل في الدماغ ويمتد بطول العمود الفقري أو العمود الفقاري وطوله بيصل لـ 45 سنتيمتر طيب احنا قلنا في المخ كان موجود داخل الجمجمة ليه؟ لأن الجمجمة كعلبة عظمية موجود داخلها المخ لحمايته نفس الشيء عندي في الحبل الشوقي موجود داخل فقارات العمود الفقاري لحمايته والحفاظ علي طيب بيتكون من إيه؟ أو النخاع الشوقي من شكله إيه؟ بيكون مجوف من الداخل لاحتواءه على قناة وسطية صغيرة بتسمى بالقناة المركزية هي اللي أنا بشور عليها دي اسمها القناة المركزية بيشقين وقسمين ونصفين بيغلف النخاع الشوقي بثلاث أغشية وهي من الخارج للداخل الأم الجافية والأم العنكبوتية والأم الحنون يعني هل تركيب الأغشية المحيطة بالنخاع الشوقي هي نفسها الأغشية المحيطة بالمخ؟ أيوة الاتنين سواء المخ سواء الحبل الشوقي الاتنين بيحاطوا بنفس الثلاث أغشية وتقريبا لنفس التركيب ونفس الوظيفة الأم الجافية من الخارج ثم الأم العنكبوتية ثم الأم الحنون بتكون للداخل لو جينا نشوف مع بعض مقارنة ما بين تركيب النسيج النخاع الشوقي اللي هو بيكون طبعا من طبقتين في طبقة داخلية وفي طبقة خارجية الطبقة الداخلية هي الطبقة أو المادة الرمضية واللي بتبدو عندي على شكل حرف H الطبقة الخارجية هي المادة البيضاء وناخد بلنا أن هنا بيكون في عكس المخ المادة الداخلية في المخ بتكون البيضاء والخارجية بتكون الرمضية لكن في الحبل الشوقي أو النخاع الشوقي الطبقة الداخلية هي المادة الرمضية واللي بتبدو على شكل حرف H والطبقة الخارجية هي المادة البيضاء قوام المادة أو الطبقة الداخلية بيكون قوامها من أجسام الخلايا العصبية والزوائت الشجيرية وخلايا الغراء العصبية طيب الطبقة الخارجية قوامها بيكون من إيه؟ من الألياف العصبية الطبقة الداخلية بتعتبر المركز الرئيسي للأفعال الإنعكاسية أو الأفعال المنعكسة وبيوجد في الحبل الشوكي الآلاف من الأقواس الإنعكاسية وزي ما اتفقنا هنشرحها إن شاء الله في الحصة القادمة لأسبوع القادم. لكن في الطبقة الخارجية بتعمل قناقل أو موصل للسيالات العصبية من جميع أجزاء الجسم المختلفة إلى المراكز الرئيسية في الدماغ والعكس. يعني بتنقل من الدماغ لأجزاء الجسم المختلفة والعكس من أجزاء الجسم إلى الدماغ. في الطبقة الداخلية للجهاز العصبي المركزي بيوجد قرنان ظهريان وقرنان بطنيان. طيب تعالوا نحل مع بعض السؤال ده أو نشوف مع بعض الأسئلة دي ونحلها مع بعض الأول. أول سؤال معنا ومنتظر إجابتكم. يتكون الجهاز العصبي المركزي منه. يتكون الجهاز العصبي المركزي منه. هل شبكة من الأعصاب التي تمتد في كل أجزاء الجسم؟ أم الدماغ والحبل الشوكي؟ أم غضة وعضلات لا إرادية؟ أم جميع ما صبق؟ منتظر إجابتكم أشوفها كده معاكم. يتكون الجهاز العصبي المركزي من ايه قلنا؟ ممتازين برافو عليكم من الدماغ والحبل الشوكي. نشوف مع بعض السؤال الآخر. طبعا كل الفيديوهات والأسئلة دي من بنك المعرفة المصري. والروابط هضعها لحضراتكم في الشات لتقدروا من أنتوا تستديدوا منها وتقرأوا منها أكثر. السؤال الثاني. تزداد مساحة السطحة المستقبل للسيالات العصبية من خلال المحور، جسم الخلية، الزوائد الشجيرية، النهايات العصبية؟ نفتكر مع بعض في الحصة الماضية. لما كنا بندرس السيالات العصبية، كان أول جزء بيستقبل السيالات العصبية كان ايه في الجسم الخلية؟ ممتازين صح؟ كان أغلب السيالات العصبية بتوصل عن طريق الزوائد الشجيرية وبسيط منها كامل خلال جسم الخلية، لكن طبعاً أقصرها بيكون من خلال الزوائد الشجيرية اللي بتبدأ تدخل لجسم الخلية ومنها للمحور ومنها توصل للنهايات العصبية ويبدأ التشافق العصبي زي ما درسنا في الحصص الماضية. فالإجابة معانا برافو عليكم هي الزوائد الشجيرية. نشوف السؤال الثاني مع بعض. تختلف سرعة انتقال السيالات العصبية حسب وجود المادة العزلة أو اختفاءها من المحور، اتجاه انتقال السيال، اختلاف تركيز الأيونات على جانبي غشاء الخلية أم ألف وبه معنا؟ هشوف إجابتكم كده معي. تمام. تختلف سرعة انتقال السيالات العصبية حسب إيه؟ حسب وجود المادة العزلة أو اختفاءها من المحور. برافو عليكم ليه؟ فاكرين عندي مادة المايلين أو الغلاف المايلين اللي كان بيغلب في المحور ويعتبر كمادة عزلة وكان فيه عندي عقاة رنفيية. هي اللي كانت بيبقى بيتم خلالها نقل النباطات العصبية. فالإجابة الصحيحة معانا هنا طبعا هي وجود المادة العزلة أو اختفاءها من المحور وليس اتجاه انتقاله أو اختلاف تركيز الأيونيك. تختلف سرعة انتقال السيالات العصبية حسب وجود المادة العزلة أو اختفاءها من المحور. نشوف سؤال تاني مع بعض. يعمل الغراء العصبي على عزل الخلايا العصبية، نقل بعض السيالات العصبية بعيدا عن الخلية، تحويل المعلومات من أعضاء الحس إلى أعضاء الاستجابة أو إلى استجابات ألف وجيم معنى. نركز كده في السؤال مع بعض. وظيفة الغراء العصبي كنا بنقول إيه؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على النسيج العصبي وقلنا إن النسيج العصبي موجود في الخلايا العصبية وهي وحدة بناء الجهاز العصبي. وعرفنا أيضا إن في عندي الخلايا الغراء العصبي. طب كان إيه المختلف ما بين الاتنين؟ آه إن الخلايا العصبية لا تنقسم لعدم وجود طبعا الجسم المركزي فيها، ولكن خلايا الغراء العصبي بتتميز بأنها بتنقسم. طيب قلنا كذا وظيفة لخلايا الغراء العصبي كانت إيه؟ قلنا عازلة تمام ومغزية ورابطة صح؟ يبقى أنا عندي الإجابة هنا إيه؟ هل الخلايا الغراء العصبي كان لها دول في نقل السيالات العصبية؟ أبدا ما كانش لها أي دول في نقل السيالات العصبية. تحول المعلومات من أعضاء الحس اللي استجابت؟ لا. لكن وظيفتها كان لها مجموعة تانية من الوظائف فهي ليس لها دول في نقل السيالات العصبية وكان من ضمن وظائفها إنها عازلة للخلايا العصبية إلى جانب زي ما قلنا طبعا مغزية للخلايا ورابطة للألياف أو المحاول العصبية اللي بتبدأ بعد كده ممكن تكون لي الحزم العصبية وكل مجموعة من الحزم العصبية بتكون للعصب، فالغراء العصبي لها دور مهم جدا في النسيج العصبي لكن طبعا ليس لها دور في نقل السيالات العصبية. طيب تعالوا نشوف سؤال آخر مع بعض. عند تكوين الحزم العصبية فإن نقطة ترتبط مع بعضها بخلايا داعمة أو بخلايا دعمية. هل الألياف العصبية أم أجسام الخلايا العصبية الأوعية الدموية ألف وبه معنى؟ نتفكر في السؤال. أنا هنا بكون حزمة عصبية. الحزمة العصبية كانت بتتكون من إيه؟ هل ألياف عصبية فقط أم ألياف عصبية وأجسام الخلايا العصبية زي ما قلنا ألف وبه معنى أم الأوعية الدموية؟ ها برافو عليك وصح ألف وبه معنى بتتكون عندي من الألياف العصبية وأجسام الخلايا العصبية. وده كان مجموعة من الأسئلة من البنك المعرفة يعني لو جينا نشوف حضرتك بيبدأ الأول يشرح لك هنا المعلومة كلها معلومات تقريبا من المنهج معنا بسيط قوي منها اللي هي معلومات إسرائية. حضرتك بتبتأ تقرأ المعلومة وتفهمها كويس وبعدين تحل الأسئلة تطبيق عليها. طيب تعالوا نشوف مع بعض. مجموعة من الأسئلة أخرى على بنك المعرفة المصري هنا بتتكلم عن الجهاز العصب المركزي. بدأ يكلم معاي عن المخ وهنا في الصورة بيوضح لي لو جينا نشوفه مع بعض بيوضح لي تركيب المخ. وعندي هنا زي ما اتفقنا النصفان القرويان وبينهم الشق الوسطي وفي عندي المخ الأوسط وهنا المخ الخلفي أو الدماغ الخلفي اللي بيتكون عندي من المخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل. وطبعا بعد كده بعد بيخرج أو بيتصل بالنخاع المستطيل الحق الشق. ويبدأ يتكلم معانا على النصفان القرويان وقصرة التلافيف والثنيات الموجودة فيها زي ما قلنا مع بعض لزيادة مساحة السطح اللي طبعا بيكون مستقبل أو فيه عدد كبير من عدد الخلايا العصبية لاستقبال الاستجابات العصبية أو الرسائل العصبية. وبعد كده المخيخ وعرفنا دور المخيخ في حفظ توازن الجسم والنخاع المستطيل والمخاع المستطيل ودوره في العمليات اللا إراضية في الجسم زي ضربات القلب والتنفس وضغط الدم وحركة الجهاز الهضمي فهي عمليات لا إراضية ليس للإنسان دخل فيها ولكن بتتم بشكل لا إراضي. بعد ما تكلمنا عن أول جزء هو المخ بدأنا نتكلم عن الحبل الشوكي وعرفنا أن الحبل الشوكي موجود داخل العمود الفقاري وبيتركب من مادة داخلية رمضية على شكل حرف H وبيحج بيها المادة البيضاء وبيوصل الحبل الشوكي المخ بالجهاز العصب الطرفي اللي هيكون موضوع حلقتنا إن شاء الله حصتنا المرة القادمة إلى جانب إنه هو بيتم فيه أو مسؤول عن الأفعال المنعكسة أو القوص الإنعكاسي. نوغينا نشوف مع بعض هنا المادة الرمضية هي البيضاء في الخارج والمادة الرمضية في الداخل وعندي هنا ده تركيب الحبل الشوكي طبعاً بيتم حمايته لأنه هو موجود داخل فقارات العمود الفقاري زي ما احنا شايفين مع بعض. طيب تعالوا نحل الأسئلة مع بعض. أول سؤال بيقول الجزء المسؤول عن حماية المخ هو القفص الصدري هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة؟ أشوف كده إجاباتكم مع بعض يلا. طبعاً الجزء المسؤول عن حماية المخ مين؟ طبعاً الإجابة خاطئة. إحنا اتفقنا مع بعض. الجزء المسؤول عن حماية المخ هو الجمجمة وعرفنا إن المخ أيضاً إلى جانب الجمجمة اللي بتحيل موجود فيها على حمايته كعلبة عصمية موجود حواليه 3 أغشية وهي من الخارج الأم الجافية ثم الأم العنكبوتية ثم الأم الحنون. نشوف السؤال تاني مع بعض. يقوم النصفان القرويان بالتحكم في الحركات الإرادية للجسم؟ هل الإجابة صحيحة أم خطأ؟ نبتكر مع بعض. النصفان القرويان كانوا موجودين في الجزء الأمامي من المخ وقالنا إنهم بيمثلوا أكبر جزء من المخ. كانوا أهميتهم إيه؟ صح ممتازين. أهميتهم إن ليهم دور في التحكم بالعمليات الأراضية بالجسم. يبقى إذن الإجابة صحيحة. سؤال آخر. العضو المسؤول عن حفظ اتزان الجسم هو المخ؟ العضو المسؤول عن اتزان الجسم هو المخ؟ صح. إجابة صحيحة. نحن اتفقنا. المخيخ ليه دور مهم جدا في حفظ توازن الجسم؟ إلى جانب طبعا دور الأذن الداخلية وعضلات الجسم. ليها أيضا دور في حفظ توازن الجسم؟ تعالوا نشوف سؤال تاني مع بعض. يحتوي النصفان القرويان على مراكز التذكر والتفكير. هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ نفتكر كده مع بعض لما شرحنا النصفان القرويان؟ قلنا إيه؟ قلنا طبعا إن فيهم مراكز التذكر والتفكير. صح؟ يبقى إذن الإجابة إجابة صحيحة. يبقى كده يا شباب النهاردة طلاب الأعزاء اتكلمنا عن تركيب الجهاز العصب المركزي. عرفنا إن الجهاز العصب المركزي بيتكون من المخ والحبل الشوكي. عرفنا تركيب المخ والجزء الأمامي والأوسط والخلفي ووظيفة كل جزء فيهم. اتعرفنا مع بعض على الحبل الشوكي وتركيب الحبل الشوكي. إن شاء الله إحنا كده اقتربنا من الانتهاء أو من شرح المنهج. إن شاء الله في الحصة القادمة هنتكلم عن آخر جزء في الجهاز العصبي وهو الجهاز العصبي الطرفي والقوس الإنعكاسي. وهنتعرف عليهم بالتفصيل بمشيئة الله. بشكركم جدا وأتمنى تكون استفدتم من الحصة النهاردة. كنت معاكم مونة حسني عبداللطيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة